إحنا شايفين الكورونا، شايفين الحرب، الإنهيار العالمة أو الاقتصادي طيب وإحنا، إحنا شو دورنا؟ وخيرنا نحطها بطريقة تانية ما هو دور الكنيسة إذا كل هذه الأحداث؟ ممكن أختم بهذا السؤال الحقيقة يعني دورنا طبعاً يعني عندنا أدوار نفهمها من الكتاب أقول كده، أول دور محتاجين نقوله وناخد بنا منه في الوقت ده محتاجين نشاور على يسوع والكنيسة محتاجة تشاور على يسوع وتعلن للعالم وللكل أن يسوع هو رجاء هذه البشرية المعزمة ده دور الكنيسة، ده دور النبا والكنيسة، دور المؤمنين أنا محتاج طول الوقت في وقت مناسب وغير مناسب وهنا دور الكرازة إنه نشاور على المسيح نقول يا جماعة مش هيغير الواقع سياسيين جدد يعني لو أنا مش عاجبني سياسي معين وقلت يا لو ده يمشي يجي واحد تاني مش هيعمل أحسن فإحنا عايزين نشاور، الكنيسة محتاجة تشاور المسيح هو الحل التوجيه أنظار الناس على يسوع نشاور على اليسوع، الحاجة التانية الصلاة الصلاة، الصلاة، احنا محتاجين محاربين نصلي ونقول له اتدخل، ونقول له خرج خير من الواقع ده هل الحرب الروحية الهدور؟ طبعا، طبعا محتاجين محاربين محتاجين ناس تقف كده لأنه في حرب روحية إبيس بيستخدم كل ده لإبعاد الناس عن الله والتشكيك في الله عشان كده محتاجين محاربين مصليين ناس تصلي فيما خادحها وفي اجتماعات صلاة ومؤتمرات صلاة الكنيسة يجب أن تصلي بقوة علشان يعني يتدخل الله بالشكل المناسب ووضع حد للأمر ده فإحنا قلنا، أو للأمور دي فإحنا قلنا أنه تشير على المسيح تشاور عليه تاني حاجة الصلاة حاجة تالتة محتاجين نقدم نموذج أخلاقي صحيح في هذا الزمان عايزة نقدم يسون مش نشاور عليه بالكلام بس ونعمل كرازة لكن الدور اللي محتاجات كنيسة أنها تقدم شخصية المسيح المسيح لما أرى عن نفسه اللي جي في إشاعية 61 لما هو قاله عن نفسه في لو أربعة روح الرب علي لأنه قد مسحني لأبشر المساكين لأشفي منكسري القلوب لأنادي للمسبيين بالإطلاق لأنادي للعمي بالبصر ده الدور اللي المسيح عمله لما كان في الجسد الدور ده دلوقتي محتاجاه أو العالم محتاج الكنيسة تعمله محتاج وهو دي فكرة تقديم للموذج أخلاقي مسيحي محتاجين نحن عن ناس محتاجين نبشر بشر المساكين بمعنى انطبطب ونبشر بمعنى نقول خبر الإنجيل الصار للمنصحقين العالم محتاج يشوف ناس عايشة ده نعلن يسوع في حياتنا نشوفه يسوع فينا أنا بسميها بتعبير تاني أسيس نزار استكمال مسيرة التجسد يسوع تجسد وصعد مين يكمل التجسد الكنيسة الكنيسة تتجسد وأنا وإنت وكل حد نقدم النموذج بتاع المسيح اللي كان يقول يشفي يقول يتحنن يقول يعلم يقول يكرز يشبع العالم محتاج ده فوسط الألم ده محتاج المسيرة التجسد تكمل من خلال الكنيسة اشتركوا في القناة